يوم الحج الأكبر هل هو يوم العيد أو يوم الوقوف في عرفة ولماذا سمي بهذا الاسم يوم الحج الأكبر هو يوم العيد كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمي يوم الحج الأكبر لأن فيه كثيرا من شعائر الحج ففيه الرمي وفيه النحر وفيه الحلق وفيه الطواف وفيه السعي لمن كان متمتعا أو كان مفلزا أو قارنا ولم يكن سعاء بعد طواف القدوم فهذه خمس أنساء كلها تفعل في يوم العيد ولذلك تسمي يوم الحج الأكبر أما يوم عرفة فليس فيه إلا نسق واحد وهو الوقوف في عرفة وكذلك المزدلفة ليس فيها إلا نسق واحد وهو المبيت بها وكذلك ما بعد يوم العيد ليس فيه إلا نسق واحد وهو الرمي بارك الله فيكم